هي التصاق جداري الرحم بعضهما ببعض ويسحبها عدم انتظام في الدورة الشهرية أو أن الدورة تصبح خليل جدى إضافة إلى العقم أو الإجهاد في حال حدوث حمل وتتكون الالتصاقات نتيجة تكرار عمليات التنظيفات أو إصابة الرحم بالتهاب شديد أو جراح ناتج عن استئصال ورمل في سابق ما هي أسباب التصاقات الرحم والانسدادات الأنابيب؟ ثلاث تصاقات تكون بسبب التهابات تم الإهمال فيها التصاقات تنشئ من التهابات حمي النفاس سواء بعد ولادة أو سقط بتنظيف أو بدون تنظيف علاج انسدادات الأنابيب بأذن الله العلاج على ثلاث مراحل المرحلة الأول من أول أيام الدورة لمدة ثلاثة أيام المرحلة الثانية بعد آخر يوم في الدورة المرحلة الثالثة أيام التبويد المرحلة الأول من أول أيام الدورة لمدة ثلاثة أيام وتأخذ هذه الوصفة المكونات ملعقه مر كبيره مطحونه ملعقه كبيره حبه سوداء طريقة تلخط مع بعض وتودع على عسى المقدار بيله الشاي ويؤخذ من الخلطه ملعقه وحيده على الريق من اول ايام الدورة في المرحلة الثانية بعد اخر يوم في الدورة تأخذ هذه وصفة خلطه مفيدة الانسداد للانبيب او الوجود هواء في الرحم في الخلطها هي سبع حبات عفص البكر مطحون الاثنين ملعقه بذور البصل واحد ملعقه مستكه واحد حبه ثم مدقوق بقشرة واحد ملعقه زيت زيتون واحد ملعقه زيت سم بقر تلخط مع بعض ثم تقسم الي ثلاثه اقسام ثم توضع في قماش ثم بعد اخر يوم في الدورة توضع الخلطه في القماش وتودع مثل الفوته تبع الدورة ثم تنام فيها الي صبح اعي لا يقل الوقت عن سبع ساعات ولمدة ثلاثة ايام ولا يكون فيها جماع المرحلة الثالثة في ايام التبويد يوم خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر تستخدم هذه الوصفة كيلو عسل اربعين جرام حبوب اللقاح عشر جرام غذاء الملكة تلخطون المكونات جيدا ويؤخذ من الخلطه ملعقه وحيده على الريق الخرد الاربعة ملعقات انطحنا ونحطها في سط الماء ونحط ارجلنا في الماء نص ساعة يوميا وخصوصا في ايام المراحل الثلاثة وهي مفيدة للالتصاقات مع الاستغفار وصدق وقيام الليل نسال الله الذري الصالحة لنا ولكم والشفاء لكل مريض وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اشتركوا في القناة